ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس عبدالله القحطاني مدير الإدارة العامة للجيو تيسيا في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية أهلا بك مهندس عبدالله معنا في نشرة النهار يعني بداية ما هي الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر كي اس اي كورس مرحبا أستاذ حسن بداية أنا أود أن أشكر قناة الأخبارية والقايمين عليها على جهودهم الواضحة والجلية في إظهار جهود الجهات بالنسبة للشبكة هي شبكة من المحطات المرجعية تعمل بالأكل مستمر لتحديد المواقع باستخدام تقنيات تحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية جينيسس تتكون الشبكة حاليا من 209 محطة وتنقص منواع المحطات على نوعين محطات أضية ومحطات مثبتة على أسطوح المباني جميع هذه المحطات ترسل وترسل البيانات بشكل آني إلى مركز تحكم الشبكة والذي يتم فيه عمل التصريحات اللازمة لتوفير خدمات تحديد المواقع الآنية والتي تصل دقتها للسنتيميتر وأيضا توفر البيانات الضرورية للمستخدمين لأغراض المعالجة المكتبية ما هو أثر استخدام الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر على التنمية حقيقة تعتبر شبكة محطات الرصد المستمر أحد الركاز الأساسية في إنتاج المعلومات الجومكانية والتي تعتبر قاعدة الأساس للمشروعات التنموية ومن أهم أدوات صناعة القرار في الدول المتقدمة وعلى بوضع نقامة الهيئة بوضع خطة متكاملة لإنشاء الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر كائر في كارس وفق للمعايير العالمية بغرض تزويد المستخدمين في الممنة المنتجات وخدمات دقيقة وموثوقة لتحديد المواقع تضمن جودة البيانات الجومكانية المنتجة وتكاملها الذي يحقق سهولة تداولها بين الجهات المختلفة ومن تم توحيد الجهود وترشيد الإنفاق في هذا المجال من هم مستخدموا الشبكة الوطنية لمحطة الرصد المستمر؟ وما هي كذلك تطبيقاتها؟ الشبكة تلبي احتياجات جميع مستخدمين خدمات تحديد المواقع المملكة من القطاعين الحكومي والخاص والأفراد وذلك بتوفير الإحداثيات الجغرافية ذات الدقة والجودة العالياتين أما بالنسبة لتطبيقاتها تدعم الشبكة مجموعة واسعة من تطبيقات تحديد المواقع في مجالات مختلفة مثل أعمال المساحة وإنتاج الخرايط والمعلومات الجومكانية والزراعة الدقيقة والتعدين والإنشاءات والهندسة والتصوير المحمول جواً وأيضاً الاستشعار عن بعد وإدارة المرافق والأبحاث العلمية المتعلقة بسطح الأرض ودراسة الغلاف الجوي وغيرها من التطبيقات هل هناك رسوم على الخدمات الشبكة ومنتجاتها؟ في حقيقة لا يوجد هناك رسوم على منتجات وخدمات الشبكة حالياً كما أدعو المستخدمين في الجهات القطاعين الحكومي والخاص والأفراد الاستفادة من هذه الشبكة واستخدامها في أعمالهم ومشرعاتهم أشكرك جزيلاً كنت معنا عبر الهاتف المهندس عبدالله القحطاني مدير الإدارة العامة للجيوديسيا في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيوبكانية